رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل دولية بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة وأكد أبو الغيط أن الحكم الأولي يمثل انتصارا للقيم الإنسانية وحسما للجدل بشأن ما تمثله حرب غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي شدد الأمين العام على أن التدابير الطارئة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل بهدف منع الإبادة في غزة تمثل التزامات صارمة على قوة الاحتلال ويتعين عليها الانصياع لها كما أنها تعد التزاما على عاطق المجتمع الدولي بالعمل من أجل وضع حد للجرائم اليومية التي تمارسها قوة الاحتلال مضيفا أنه كان المأمول أن يفضي حكم المحكمة الأولى إلى وقف حكم المحكمة الأولي إلى وقف الحرب بشكل كامل وثوري